هناك حشرات صغيرة جدا تدعم مايتس تعيش فوق الظهر البعوضة سبحان الله البعوضة لا ترى بشكل جيد إلا من خلال الكاميرات الاحترافية فكيف بهذه الحشرات الصغيرة التي تعيش فوقها هذه الظاهرة أنبأ عنها القرآن وأشار إليها قبل 14 قرن قال تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وفي التفسير فما فوقها أي فما دونها في الصغر سبحان الله إذا كان البشر يعجزون عن رؤية هذه الحشرات إلا بعد التكبير عشرات المرات فكيف أنبأ عنها القرآن إن هذه الحقيقة لتشهد على أنه كلام الله والحمد لله رب العالمين